تتويجا للأسبوع الثوري الذي اعتمدته كل تداب اللغات لهذه السنة للاحتفالية بذكرى 68 لاندلاع الثورة التحريرية تأتي هذه الندوة اليوم موسمة بأهمية النصوص الأدبية في الحفاظ على الهوية التاريخية لكي تؤكد أن النص الأدبي ليس نصا جماليا فقط بل هو وثيقة قيمة يمكن اعتمادها لكي تقوم بترسيخ الهوية التاريخية وكي تقوم بترسيخ الهوية الوطنية في الناشئة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر